طالب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشهول الاقتصادية فيصل المدلج وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتكويت الوظائف الإدارية في فروع التموين بالجمعيات التعاونية للمساهمة في وقف الهدر بالمواد التموينية فضلا عن خلقها فرص عمال للمواطنين وقالت الوزارة في بان صحفية اليوم إن الوزير المدلج وجه كتابا إلى وزير الشهول الاجتماعية والعمل وزير الأوقاف وشهول إسلامية عيسى الكندري طلب فيه تكويت تلك الوظائف خصوصا العاملين في فروع التموين